لاحظ أنبياء الله عز وجل أوحى إليهم وأمرهم بتبليغ دينه ورسالته يأتون يوم القيامة الواحد معه أقل من عشر ونبي معه رجل أو رجلان ونبي وليس معه أحد ما معه أحد أبدا ما استجاب له أحد الله أكبر وهذا يدلنا على أن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله جل وعلا هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له وهذا يدلنا أيضا على أن الداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم ليست مهمته إدخال الناس في الإسلام لأنه لا يملكها ما يملك إدخال الناس في الهداية إنما يملك دلالة الناس على طريق الهداية دلالة الناس يدل الناس أنه ما تملك ولذلك قال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى وما أنت عليهم بمصيدة قال جل وعلا إن عليك إلا البلاء فنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد الآن بعد طلبة العلم للأسف الشديد يعني يقول له أقم درس علمي يقول يا أخي ما يحضر ما يحضر الله كامل يحضر يقول خمسة باركة في نبي ما يحضر مع أحد يوجد أنبياء ما يتبعهم أحد يا مسكين وأنت والله شرهان كبر شرهاتك مثل ما يقولون تبغى جماهير تزحف هذا ليس من منهج طلبة العلم طالب العلم ما ينظر إلى زحف الجماهير كثرة العدد طالب العلم عنده رسالة يؤديها لو حضر واحد بركة هذا الواحد يستمر لك الأجر بشكل ما تتخيله أنت لأن هذه من الصدقات الجارية من الصدقات الجارية لذلك طالب العلم ينبغي أن يسلف مسلك الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل الله عز وجل قال للنبي إن عليك إلا البلاء أنت بلغ وامشي لا تقف ولا تقول والله أنا أنا ما أدرس ولا أدعو مدام أحد يستجيب لي لا تجلس للناس ومن أثناء كثير المشايخنا اللي طبقت شهرتهم الآفاق وما زال الناس يتفيؤون ظلال علمهم كانوا في يوم الأيام ما يحضر لهم إلا تسعة وثمانية وسبعة ثم نشر الله ذكرهم في حياتهم وانتشر علمهم بعد وفاتهم أكثر ومنهم سماح شيخنا العلام الشيخ محمد بن صالح نثيمين في بدايات تدريسه ما كان يحضر إلا عدد قليل ثم كتب الله لا قبول ولذلك مهم جدا أن طالب العلم ينتبه لهذا ترجمة نانسي قنقر